بسم الله الرحمن الرحيم التراكين والفولو أب يعني نوعا ما مختلف عن الطريقة السابقة فالتراكين والفولو أب هو الذي سوف يقوم بجعلك تقوم بتحقيق كثير من المبيعات سبق وان تحددت حول هذا الأمر مرارا وتكرارا واليوم إن شاء الله سأشارك معكم كيستادي وقصة حقيقية لأحد الضمينات التي قمت ببيعها بمبلغ 300 دولار ربما قد ترى أن هذا الرقم لا يعتبر رقم كبير جدا لكن نفس الطريقة ممكن أن تطبقها على أي ضمين يعني تريد أن تقوم ببيعها وعلى العموم حتى لا نطل سوف نبقى مع هذا الفاصل الإشهاري ثم أعود إليكم مباشرة لكي أشرح لكم كل شيء هذا الفيديو هو برعاية موقع بوركبان دوت كوم بوركبان دوت كوم هي منصة رائعة جدا توفر لك مسألة وضع الضمينات الخاصة بك على منصة أفترنك وتعطيك إمكانية بيع الضمينات عن طريق الفاصل ترونسفير لأن هذه المنصة لديها شاركة مع موقع أفترنك موقع بوركبان دوت كوم يوفر لك أسعار رخيصة جدا مقارنة بالرجيسترار الأخرى ويوفر لك إمكانية شراء الضمينات في أكثر من خمسمائة امتداد فهذه المنصة هي رائعة جدا وسوف تنفعكم كثيرا حتى تقوموا ببيع الضمينات الخاصة بكم وبأقل الأسعار الممكنة منصة بوركبان دوت كوم توفر لك مسألة الحصول على السل مجانا توفر لك الحصول على الهوئيز بريباسي يعني أنك ممكن أن تقوم بحماية البيانات الخاصة بك منصة بوركبان دوت كوم توفر لك الكثير من المزايا الأخرى من بينها خدمات خاصة بالويب هوستين وكذلك الخاصة بالإيميلات منصة بوركبان كذلك هي منصة فيرفيد من منصة تراشت بيلوت إذ أن الكثير والكثير من الزبائن يقومون باستعمالها بدون أي مشاكل ولم يقوموا بالحصول على أي مشاكل كيفما كان إن قمت باستعمال الكوبون التخفيدي والذي تراه هنا في الشاشة أمامك والذي هو ميستر كحل ففقط قم بمرسلتي وسأقوم بإرسال لك التعبئة في ثلاثة أي أنك إن قمت بشراء ضمين واحد سأرسل لك ثلاثة ضمينات إن قمت بشراء اثنان ضمينات سأقوم بإرسال لك ستة ضمينات وهكذا دولك منصة بوركبان دوت كوم كما قلنا فهي منصة تراسل إن كان لك أي مشكل كيفما كان ففقط قم بالاتصال بمنصة بوركبان عبر الشاط عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني وسوف تحصل على الإجابات في الفور إذن بعد أن تعرفنا على منصة بوركبان دوت كوم سوف نبقى الآن مع الشرح العملي إذن مرحبا بكم من جديد فالضمين الذي سوف نقوم بالتحدث عليه اليوم هو ضمين securityfraudlawyer.com هذا الضمين يعني كما ترى فهو كذلك في نيفتا اللوير والنيتا اللوير هو يعتبر من أفضل النيتشات التي أحب أن أقوم بالاشتغال عليه يعني طيلة السنوات السابقة التي اشتغلت فيها في ملاتيشات الضمينات هذا النيتش حققت فيه مبيعات كثيرة هذا لا يعني بأنه هو فقط النيتش الموجود الوحيد حققت مبيعات في نيتشات أخرى وسأشاركم معكم إن شاء الله مبيعات أخرى يعني في نيتشات أخرى غير نيتش اللوير فعلى العموم هذا الضمين كيف قمت بإيجاده قمت بالبحث عنه في موقع expireddomains.net وقمت بإيجاده وقمت بشراءه هنا ممكن أن تقول لي هذا لا يعتبر الجيدومين نعم هذا لا يعتبر الجيدومين هذا يعتبر exact match domain وإذا كنت لا تعرف ما معنى exact match domain فلدي كورس يعني حول هذا الأمر قمت فيه بشرح لكم كيف سوف تقوم بتحويل مبلغ خمسون دولار إلى الألف دولار في مدة ثلاثة يوم فقط من خلال بيعك لـ exact match domain وكانها عبارة عن case study حقيقية منذ شراء الضمين إلى غية تحقيق المبيعات والحصول للأرباح وكل شيء مصور بشكل مباشر فعلى العمو إن كنت متمن بهذا الأمر فسأترك لك الرابط أسفل هذا الفيديو على العمو هذا ليس موضوعنا فكما ذكرت هذا الضمين هو يعتبر exact match domain قمت بالبحث وقمت بإيجاده ثم قمت بشراء هذا الضمين بعد ذلك كان من المهم أن أقوم بالبحث عن الزبائن المحتملين بنفس الطريقة التي شرحت لكم الخاصة بجوجل بجوجل مابس وغيرها فهنا قمت بالبحث يعني في محرك البحث جوجل ووجدت لنا هناك الكثير من الزبائن المحتملين كما العادة أقوم بالدخول إلى تلك المواقع أقوم بالبحث لكي أقوم بإيجاد الإيميلات حتى أقوم بمرسلة أصحابها فقمت بالبحث وجدت بعض الإيميلات رسلتهم هناك منهم من لم يكن مهتم وكان هناك موقعي يعني قمت بالبحث في كذلك يعني قمت بالبحث ووجدت هذا المواقع لكنني لم أجد أبداً أي إيميل حتى أقوم بالمرسلة وهنا هذا الأمر هو مهم جداً عندما لا تجد أي إيميل كيفما كان نوعه من أجل أن تقوم بمرسلة هؤلاء الأشخاص فهنا وبكل وساطة حاول أن تقوم بملء الكونتاكت فورم حاول أن تقوم بملء الاستمارة التي سوف ترسلهم فيها فهذا ما قمت بعملي قمت بالذهاب إلى الكونتاكت فورم الخاص بذلك الموقع وقمت بملئه يعني قمت بوضفه المعلومات الإسم النسب، رقم الهاتف قمت بوضع الضمين يعني كـ وقمت بوضع الآمال لدى أرسله دائماً ولدي هو أن تريك الضمان وأريد أن أقوم ببيعه فهنا بعد مرور يعني يوم فقط أو أقل من ذلك توصتوا بإجابة قالوا لي نعم نحن مهتمون بالضمين يعني كم تريد السعر فبطبيعة الحال مدد أنني ملأت الكونتاكت فورم وجاء أني رد فهنا قلت في سميم نفسي هذه فرصة لا تعود سأحاول أن أقوم بجعل السعر المرتفع هنا طلبت ما يوم 699 رولا نوعاً ما يعتبر السعر مبالغ لكن ربما قد يتم بيعه لأنني سبق ما قمت ببيع ضمينات يعني بهذه الأسعار فعلى العموم يعني دائماً عندما أقوم بإرسال رسالة فيها السعر دائماً أقوم بعمل طراكن حتى أرى هل يتم قراءة الرسالة وفعلاً الرسالة تم قراءتها لكنني لم أحصل على أي إجابة كيفما كان نوعها عندما لا أحصل على أي إجابة كيفما كان نوعها هنا أبدأ دائماً بإرسال الفرق كل 24 ساعة هذا فقمت بعمله يعني بعد 24 ساعة أرسلت لهم رسالة أسألتهم لماذا لم أحصل على إجابة هل هناك أي مشكة أو أي شيء من القبيل فقالوا لي بأن السعر يعتبر نوعاً ما غيري فهنا وبكل بساطة حاولت أن أقوم بإخناعهم بأن يقوموا بشراء الضمين فهنا بدأت أرسل لهم يعني بعض السكرينات من المبيعات المشابهة حاولت أن أقوم بإعطائهم نوعاً ما تخفيض لـ 30% من أجل أن يقوموا بالإجابة لكنهم لم يقوموا بأي نوع من الإجابة وهنا يعني ممكن أن شخص منكم قد يفقد الأمل ويقول في صمم نفسي بأن هذا الضمين يعني لم يكن لنا أي نصيب في أن نقوم ببيع هذا الضمين فهنا ما الذي قمت بعمله فهو بكل بساطة قمت بالذهاب وقمت بالاتصال بهم هاتفياً عن طريق أداة text now المجانية التي تعطيك رقم أمريكي فهنا قمت بالاتصال بهم هاتفياً وقمت بيعني وجلت الـ reception الأشخاص الذين يعني يقومون باستقبال المكالمات فتحدثت معهم قلت لهم بأنني سبق وعن رسلتكم حول هذا الأمر وقد أجابني هذا الشخص الذي يدعى يعني الاسم الخاص بالأشياء فقالوا لي من هو هذا الشخص يعني لم يعرفوه لأن هناك الكثير من الموظفين لديهم قلت لهم بأنه مكلف بكل ما يقصد ضمينات والـ online marketing فهنا قاموا بالبحث عنه يعني قاموا بالاتصال به وقاموا بإحضاره حتى أقوم بالتكلم معه هنا أحضروا للشخص الذي كنت أقوم بمرة الهاتف وتحدثت معهم عن طريق الهاتف قلت له بأنه سبق وأن تحدثنا حول هذا الأمر وقد طلبت لي سعر يعني كده وكده والآن نحن نقوم بعمل تخفير فربما هذا يكون يعني مفيد جداً لكم من أجل أن تقوم بالحصول على هذا الضمين هذا الضمين يعني بحث شهري على ثمان ضغطوتي كل الأشياء فهنا قال لي بأنني ممكن أن أقوم بدفع 300 دولار يعني كأقصى حد من أجل أن أقوم بشير هذا الضمين فبطبع تلحة لا يمكن أن أقوم برفض هذا العرض لأنني فعلاً أريد بيع هذا الضمين لأن فعلاً مدام أن الشخص في المكالمة الهاتفية وقال بأنه ممكن أن يقوم بدفع 300 دولار فقلت له مشكلة نعم سنقوم بإنهاء الصدقة ب300 دولار يعني هنا ربما قد تظن بأن القصة انتهت وربما ستظن بأن الناس أقول لكم شكراً لكم على المتابعة مثل ما أقوم به دائماً ولكن الحقيقة هو لا بعد أن قمنا بالاتفاق قمت بشرح لهم منصة دان قمت بإرسال لهم البايتنا واللينك الخاص بموقع دان لكن بدون أي رد وبدون أي إجابة هنا وبكل بساطة أنا أعلم من خلال الخبرة التي سابقة مع الاشتغال مع اللويرز أنا أعلم جلياً بأنهم لا يتقون في أي منصة أخرى لشراء الضمينات تغير منصة جودادي لهذا السبب قمت بأخذ الضمين وقمت بوضع إلي البيع في منصة جودادي وقمت بإرسال لهم رسالة قلت لهم بأن قد قمت بوضع الضمين على منصة جودادي وممكن أن تقوم بالذهاب الآن وتقوم بالشراء يعني تخيل معي بعد نصف ساعة فقط من إرسالي لهذه الرسالة قاموا بالدخول مباشرة وقاموا بشراء الضمين بدون أي تردد وهذا يبين بالواضح بأن الكثير من الأمريكيين بالتحديد يتقون في منصة جودادي بشكل كبير جداً ولهذا السبب يعني جداً بأن الكثير منهم يقوم بالشراء لدرجة أن حتى الكثير منهم يظن بأن موقع جودادي هو الموقع الوحيد الذي هو خاص بشراء الضمين وهذا الأمر لا يعتبر صحيح لكن يجب دائماً أن نقوم بالتأقلم مع العقليات كيفما كان فعلى العموم بعد أن قام بالشراء قمنا بإرسال الضمين وهنا أصبحت لدينا نوعاً مع علاقة وطيدة فيما يخص الضمينة في هذه الأشياء يعني سابقاً قمت بإرسال لهم بعض الضمينة الأخرى لكي أرى هل سيكون لنا مهتمين قالوا بأننا غير مهتمين لكن ربما سأبيع لهم ضمينة أخرى إن شاء الله في المصة فما الذي يجب أن نقوم بالاستفادة منه في هذه القنصة؟ أول شيء هو أنه دائماً يجب أن تبحث جيداً عن الزبائن المحتملين وأن تقوم بمحاولة الاتصال بهم بأي وسيلة كيفما كان نوعاً إذا لم تقوم بإيجاد الإيميل حاول البحث عن باج فيسبوك إذا لم تقوم بإيجاد فيسبوك بيت قم بالبحث عن حسابهم على إنستغرام إذا لم تجد قم بالبحث عن لينكدين إذا لم تجد قم بملء الفورم يعني دائماً حاول أن ترسلهم ثاني شيء هو أنه دائماً يجب أن تقوم بعمل طراك وفولو أب بشكل صحيح دائماً حاول تتبع الرسائل وحاول معرفة لماذا لا يتم الإجابة حاول دائماً أن تقرأ ما بين الصدق شيء آخر هو أنه يجب كذلك دائماً أن تقوم بمعرفة يعني ما الذي يجعل الشخص لا يكمل الصفقة يعني إن رأيت دائماً بأن أي شخص يقوم بترسله مثلاً الروابط الخاصة بالشراء ولا يقوم بشراء هنا إعلام بأنه لم يتقف تلك المنصة وحاول إنهاء الصفقة معه في قدالي وأخير شيء هو دائماً ركز على إيجاد الضمين الجيد لأن حتى وإن قمت بعمل كل هذه الأشياء وكان الضمين سيء فهنا وبكل بساطة لن تحقق أي مبيع كيفما كان نوعه فهذا ما في الأمر هذه قصة اليوم أتمنى بأن تكون مفيدة جداً لكم إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق وأن تقوموا بالحصول على مبيعات كثيرة إن شاء الله فشكراً لكم على المتابعة وتحياتي لكم إن كنت لم تقوم بعد بالاشتراك في القناة فقم بالاشتراك الآن وقم بتفعيل الجرس حتى تتوصل بجديد الدرس التي نقوم بوضعها فشكراً لكم على المتابعة وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبرداته اشتركوا في القناة